كما مثل يوم أمس الولي المنتدب لحسين نداي بالإضافة إلى رئيس بلدية بلوزدادة الذي جرى استدعاؤه هو الآخر أمام قاضي التحقيق لمحكمة سيد محمد بالعاصمة لتحقيق معهما في قضية حادثة التدفع بحفل مغني الراب عبد الرأوف دراجي المعروف باسم سول كينجا ولسماع أقوالهما بخصوص بعض جوانب تحذيرات للحفلة هذا وقرر وكيل الجمهورية جيل الجلسة بعد أن كان قد فتح تحقيقا فور وقوع الحادثة